ميليشيات الحجد تشكيل أسس بفتوى كفائية قيل إنها ستحل فور الانتفاء من الحاجة إليها رغم إعلان القضاء على تنظيم داعش منذ سنوات والذي شكلت لأجل محاربته حسب ما قيل يرفض زعماء الميليشيات تهمة ولاء الحجد لإيران إلا أن ممارساته تؤكد أنه يمثل نسخة لقوات الباسج الإيرانية في العراق وفقا لمعهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى فبالتزامن مع استعراض الجيش في ذكرى تأسيسه الثالثة بعد المئة نظمت ميليشيات الحجد مناورات مشتركة مع الحرس الثوري الإيراني في مياه شط العرب عرض عسكري قال مهدي هاشمي قائد المنطقة البحرية الثالثة للحرس الثوري إنه يوم عظيم لما سماها بجبهة المقاومة الهدف منه تحرير القدس حسب قوله رغم تأكيد إيران رسميا أنها لا ترغب بحرب مع أمريكا وإسرائيل وستدعم معركة طوفان الأقصى دبلوماسيا فقط استعراض بأعلام إيرانية وصور لسليماني فوق منطقة الفاو جنوبي البصرة تلك الأرض التي قاتل الجيش العراقي السابق ببسالة لتحريرها من الاحتلال الإيراني في نيسان من عام الف وتسعمائة وثمانية وثمانين بمعركة شكلت بداية نهاية حرب امتدت لثمان سنوات قبل أن يعلن الخميني تجرعه السم لاستراره القبول بقرار مجلس الأمن لوقف إطلاق النار في الطرف الآخر وضمن مشاركة ميليشيا الحجد باستعراض الجيش في بغداد سخر آمر اللواء الثالث في ميليشيا الحجد شاكر محمود الملقب أبو تراب التميمي سخر من قوات الجيش واصفا إياها بأنها لا تجيد سوء الاستعراض وأن الحجد هو الأقوى والأبقى القوات اللي وياكم اللي راح تستعرض بمثلكم هي شغلها بس شنو بس استعراض من سنة لسنة هي شغلها بس شنو بس استعراض بس أنتم تشتغلون كل شي نحو سبعين ميليشيا تتحكم بالعراق معظم زعمائها يعلنون ولاءهم لنظام ولاية الفقه في طهران ولا تجد حكومة السودان حرجا من توجهتها العابرة للحدود رغم تأكيد وزير الخارجية فواد حسين أن جزء من فصائل الحجد تتحرك خارج إطار الدولة ولكن جزء آخر يتحركون خارج هذا الإطار فهنا لدينا مشكلة في تواصل فصائل وأذرع ليست سوى أوراق ضغط تستخدمها إيران عند الحاجة تسير تحركاتها وفق حسابات دقيقة دون تجاوز الخطوط الحمراء مع أمريكا وإسرائيل بحسب موقع لوفير الأمريكي تسير تشاverbs